I watch television with my family. أنا أشاهد التلفاز مع عائلتي. In ancient Egypt, people made their homes near the Nile. في مصر القديمة، الناس بنوا منازلهم بالقرب من النيل. We use elevators to go up and down floors. نحن نستخدم المصاعد لكي نصعد أو ننزل الضوابق. I have traditional cushions in my living room. أنا لدي وسائد تقليدية في غرفة معيشتي. Ancient Egyptians covered the windows with papers to keep insects outside. المصريون القدماء غطوا النوافذ بورق البردي لكي يجعلوا الحشرات بالخارج. There is a big oven in the kitchen. يوجد هناك فرن كبيرة في المطبخ. My mom is an architect. She takes me to see brilliant places. أمي تكون مهندسة مامرية. هي تأخذني لكي أرى أماكن رائعة. There is an unusual house in the Netherlands. It's upside down. يوجد هناك منزل غير عادي أو غير تقليدي في هولندا إنه مقلوب. منزل مقلوب. Ancient Egyptians used the Nile's water for drinking, cooking and washing. المصريون القدماء استخدموا مياه النيل للشرب والطبخ والغسيل. They also used mud from the river to make bricks for their houses. هم أيضا استخدموا الطين من النهر لكي يصنعوا الطوب لمنازلهم. The mud bricks made very strong walls. الطين أو الطوب اللبن أو الطوب الطيني جعل الحوائط قوية جدا. Ancient Egyptians wanted to keep their homes cool. So some people painted their homes white to make them cooler. المصريون القدماء أرادوا أن يجعلوا بيوتهم رطبة. لذا بعض الناس دهنوا بيوتهم بالأبيض لكي يجعلوها أكثر برودة أو أكثر تكون رطبة أكثر. Ancient Egyptian homes all had flat roofs which were the coolest part of the house. البيوت المصرية القديمة جميعا كان لديها أسطح مسطحة والتي كانت الجزء الأكثر برودة أو رطب أكثر في البيت. Hi, my name is Dalida and I like blogging about different things. مرحبا مرحبا اسمي يكون Dalida وأنا أحب النشر عن الأشياء المختلفة أو الكتابة عن الأشياء المختلفة. This week I am writing about unusual homes. I found this unusual house in the Netherlands online. It's upside down. هذا الأسبوع أنا أكتب عن البيوت الغير عادية. أنا وجدت هذا المنزل الغير عادي في هولندا على الإنترنت. إنه مقلوب It is actually an old farmhouse which people are changing to make it modern. هو يكون في الواقع منزل ريفي قديم الذي الناس تغيره لتجعله حديثا يعني بتغير فيه عشان تخليه حديث. The house fits in very well with the local landscape which is farms and fields. المنزل يتناسب جيدا جدا مع المنظر البيئي المحلي أو المناظر الطبيعية المحلية والتي تكون عبارة عن مزارع ومحاصيل أو حقول هنا الترتيب إحنا هنقرأ الجملة مثل التابعة هذا Ancient Egyptians grew vegetables and kept hens المصريون القدماء زرعوا خضروات وربوا دقاق Did you eat pizza last Monday? هل أنت أكلت البيتزا الإسنين الماضي؟ On the left there is a closet These cushions were a gift from grandpa هذه الوسائد كانت هدية من جدتي When did you drink juice? متى أنت؟ عزرا متى أنت شربت العصير؟ طبعا دد مش برد ترقيم بس بنكتبها عشان تدل على الماضي البسيط Unfriendly means not kind to someone الغير ودود معناه ألا تكون طيبا مع شخص ما Not many people had beds or chairs ليس كثير من الناس كان لديها سرائر وكراسي This week I am writing about unusual homes هذا الأسبوع هذا الأسبوع أنا أكتب عن البيوت الغير عادية أو الغير تقليدية ترجمة نانسي قنقر